الذي سبقه احتلالات المغول احتلال الفورس احتلال الروم احتلال التورك العثمانيين احتلال اليهود احتلال الامريكان والغرب كلها افرزت نتائج مرعبة وافرازات ضخمة قتلت المسلمين ودمرتهم يعني اول ما اجل الامريكي البريطاني كان هدفه علي بن ابي طالب وكتب التشيع نصرة الى الوهابية لان البريطاني اليهودي اول من زرع بذرة الوهابية ما كان قبلها بالالف وثمانمية ما كان كوهابية ولكن وضعوا الوهابية للقضاء على الاثنى عشرية بالضربة القاضية ولكن لولا الله وكرمه وجوده ومنه علينا لقضوا علينا مرت العصور ما كو قائد عربي يجى للعراق اذا ما كان هذا القائد سم على العراق اين كان دور الشيعة لم يذكر للشيعة اي دور حتى هاي قضية ثورة العشرين وقضية هاي لو احشيلكم عنها تدقون على روزكم هذه القضية تركت اعلم كبير في قلب الامام الحجة ابن الحسن فلم نرى مرجعا قام بمي قام بمسؤوليته وطلع للناس قبل ماكو اختياله قتل ولاكو صدام اذا اعذركم صدام صدام صار لاربعين سنة ومشي ود خش قبل صدام كان الامر انكم ليش ما طلعته للشارع وسويته حكومة يقلك السياسة ما لها علاقة بالدين كيف ما لها علاقة بالدين انت من تحكم بمن تحكم لا انا رجل دين ما يصير احكم دخلوا وابعقلنا رجل الدين اذا حكم يصير فاسد وحطونا رجل الدين بوع بوع ما يعرف يحكم فاشل بالعكس رجل الدين يكون عبقري عنده تشريع مقدس عنده بعد استشراقي رهيب لكن مشكلتنا وين مشكلتنا بالعمايم اللي يثبتوا بعقولنا ان رجل الدين اذا حكم فسد خوش منذ 1400 سنة لم يحكموا العراق من رجال الدين على الاطلاق كل اللي اجت بمن بافكارها العثمانيين نادون الى اتوتورك الرومي نادون ما ادرع اليمن الفرسي نادون على كسرة القضية ما حد اجانا يفتح بصيرتنا شعرتموا شنة تسوون تكتبون شريعة شنة تسوون تكتبون حيض ونفاس خليتوا العراق لحد الان غرقان بضيمة وعلمة اذا اجت الاربعين ما الحسين وظفنا كل طاقاتنا شنو من ادل ان نأخذ ما عند الناس من حماس نصبه يوم الاربعين او اربعينية الحسين او عاشراء حتى بعدها بيوم او يومين ينتهي الحسين قاعد الله مالا الى قاعد الله يعني دولة يجوا اذا قرأوا الفاتح لهذا يدخل للجنة اذا ما عنده حساء اذا ما عنده تقوى ورع وخايف الله ها دولة يجي هذا اللي يشرب عرق يدخل للجنة ولذلك هذا الضحك عذقون هذا يتنومس بس تخلص الفاتح وما حد يجي يشعر بالألم لك شقد انت لعد شقد انت ما عندك وفاء لهذا الميت فكيف اذا الحسين كان احنا عدنا بعض البلدان العربية يوم عشر عاشور بس يوم العاشر الساعة بصنع عشر ظهر بس يأذن المؤذن هو يبدأ القتال قتل الحسين بره ساعتين ينزعون الاسود ويضحكون ويمشون وتلقي المسجل عالي تلقي نسا عاشوراء كله هذا منه الافكار اللي جابها اننا جابوها رجال الدين جابوهن بذل للافكار ما اثروا بينا ما اعطوهن تأثير خوش الله جابنا لامريكي حتى يقضح على صدام طاغية تقضح على طاغية ارادوا ان يثبتون البريطاني والامريكي وغيرهم ان رجل الدين لا يحكم بل اذا حكم اصبح فاسدا وغرته الاموال نزع العمامة اللي بس بنطرون مشقك عرف شلون ومش بأوروبا بغير مكان اذا ما خلا بساحة الملها عرف شلون عزفه بغير عود وطبلة هاشنه حتى يسقطون اخر ما عدنا من افكار اسلامية كانوا سنتهم او شيعة العان السقوط موجود عدنا له ما موجود انطيني واحد يثق به بالشارع يثقوني برجل دين طون منهم الكبير كلش برجال الدين يقوله كان ما علي يش اللي علاقة الى فلان يبوق فلان حرامي فلان سرسري يش اللي علاقان شنو شلعك علاقة يعمل كلنوا الراعن والكلن مسؤولن عن رعيته في يوم الايام محمد صادق الصدر يمشي بالشارع محمد صادق الصدر دوم يمشي بالشارع لانه يريد شوف سعر الطماطع بيش بس اللي ما يريد يعرف سعر الطماطع يعرف يحكم وداعتكم ما يعرف يحكم يمشي بالشارع القالة يا معمم يأكل بسندويتي خد العمامة ما لتحطها هنا محمد صادق الصدر ومشي هذاك المعمم يركض ورا السيد قال لطين عمامتي يقول له لا هاي مو الك هاي للي عرف قيمتها المعمم ما يأكل ويطيح الزاد بالارض يقعد اش كد يكون لو عندك مخافة الله ما جمعت هذه الاموال لورثه يلعنون بك ويشربون على اطلالك ولذلك اثبتت النظرية التي ارادها هذا مو صحابي كان كان خالد بن نوير بحثي لو صحابي زنب مرته وكتله فارها بالقدر زنبيها قدامه قبل لا يكتله قبل لا يكتله حتى يعذبه اش كد يحب محمد خالد بن الوليد يقينا كان اذا جن الليل ذكر محمدا وذكر فكان يلطم على رأسه من شدة الفرح الانشان حتى بالاسلام هذا دليل انه لا يؤمن اليؤمن بانه محمد رسول الله ما يقتل مالك ابن النوير ويزن مرته هذا ما يخاف من العقاب هذا دليل على انه غير آبه بنار جهنم ولا يؤمن هناك جنة ولا نار على الاطلاق حتى ثبت لكم اجي عمر قال له خلني كتله لانه هذا عمي خرج عن الشريعة بكل معناها ماليقدر نسيتها قال ان الرجل فتا فاخطى يعني شنو فتا بفتوته فاخطى نحمله على سبعين محمال قال له عمي كتله زنه اذا نريد نقول قتل خطع كيف زنه بذا تبعرم هذه الفتاوي احنا اجينا كرسناها ليش كرسناها كرسناها اساسا تعاملنا معها كامر واقع لو تركنا الامام اين فتاوي الامام الحج اطلوني فتاوي الامام الحج ما الامام الحج كان عنده رسائل معقولة اربع رسائل وخمس رسائل ما الامام الحج كان حفظ ما الامام الصادق ما يحفظ رسائل الامام الحج بويا وين رسال الامام الحجة انا اسألكم الامام الحجة عنده اربع سفراء كل واحد كمل بهم قمسين سنة وعشرين سنة وثلاثين سنة وعشر سنين وين هم وين هم شو قال لنا الامام الحجة شو اوصانا الامام الحجة عن اخر الزمان شو هي البدع اللي نتجنبها عرف شلون الفتاة والرنانة اي في عمق الديانة حتى يطلع الكلام حلو منمق ما سمعان هاي الاسماء الرنانة الفتاة والرنانة في تخريب الديانة انا اذا الفت كتاب راح الفه واكتب عليه يعني اكتب عليه الفتاة والرنانة في تهديم الديانة حتى يكون جالب كل الكتب عبارة عن ابيات شعر لهذا المقدمة اشو بيها تجي البحار الانوار كله ما يصير جزء اذا انا انتظر وهم ماكو امام بنت كذب الامام اللي يريد يعرف ظاهر لو ما يعرف يعرف ابداخ لا اكو الله لو ما خاف ان الامام نحطه على الطبيعة مثل الهزات الارضية يا جماعة اذا الامام احنا انقول ما ظاهر وما موجود ليش ما ظاهر وما موجود تدرون ليش لان احنا ما عدنا الاستعداد ان نشوفه من كثرة ذنوبنا وبلاوينا نتهنا نكذب على ناس نقول الامام يجينا بالسرداب وبالختلة ليش الامام يخاف من واحد الامام يخاف من واحد من يجيه وينلقتوا هذا الحشي من يموت واحدكم تطلع مؤلفاته كان ياكلوا يشربوا اي الامام انا اشكلت حتى على قضية المرحشي من قاعدوا يا الامام وشاف الامام ومشوا يا من الكوفة الى ان وصل بالسهلة وصلى وطلب من الامام قال له بل كان تدعي لي بل كان هذا ما عرفت الامام وهذا تناقض بالكلام واكل الامام خياره وخبزه وياك وقلت لك ان اجيب لك شاي وراح الامام شابوية اذا انت كل هذه وما عرفت الامام اشلو الربع اكم قبل ما اكم لا تلفزيون لا مغريات لا فلوس وتشتغل خباز لان الربع يعيبون عليكم الشغل دير بال الشيخ يشتغل يذهب ما يوشه بوحك كتاب الله هذا جدامي الشغل اشرف من القرية اللي توصلوا لها انتم ولذلك سماها رسول الله بيمن بالجهاد عم العلم العلم مو هذا اللي يتصورون انتم مو الفية من مالك وفلاطون وارستو العلم هذا العلم هذا تطلع من عنده طاقة نووية اطلع منه سلاح تردح بيه عدوك اطلع من عنده طيب اطلع من عنده كهرباء هذا مو العلم تجيني الالفية من مالك او المحلقات السبعة وتشرح للكاف شنو هي بس كاف ضحيك طاق بو صالح خلت شوف اش راح يصير هاي السنة من النار شعر 12 العنوني 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 الف الف مرة اللي لم تحضون على عن اليمان الحجة كان يفتو وهذا استدلال خوش اذا جيت الامام الحجة ولقيته يكتب احواط واحواط الوجوبة ليش هو هذا الامام الحجة الامام الحجة لا يفتي بوجود الناس عنده نص قرآني على يمن يفتي هذا النص القرآني يشرح لكي واحد اثنين ثلاثة الورث نص قرآني الحلال نص قرآني الحرام نص قرآني شو بعد يطلع لكي من القرآن كيف ننتش طاقة نظيفة كيف نبهر العالم كيف نصعد الى السماء كيف نبنو العرض يجيش واحد من دول الجهلة يقول لك اذا اجي الامام الحجة تلقي الاكل بالشارع عده مشكلة والفلوس من الملايين الذهب يمر عليها الانسان يدير وجهه اوه لقيته الحجة وين لقيته الحجة اذا ما يشتغل الانسان حتى ينتهي عرقه حتى تذبى الايدية وتخشن يجي الامام الحجة يطيه فلوس ليش الامام الحجة لا معشرة الدغمان احنا عدنا جنة لو عدنا حكم ثاني هو قتل النفس التي كانت تستعبد هالاهواء حينما يخرج الامام الحجة تقتل النفس واستعباد الاهواء اليها هذا الامام الحجة من يخرج يساعدنا على معرفة الله على معرفة اولياء الله على معرفة رسول الله اللي احنا نجهله الامام الحجة حينما يساوي بين الناس في عدل ولذلك من اجل العدل احنا عدنا عدل الان انت تمشي الواحد تقول له انا محتاج توقف ببابا رانيته يطلعون لك ثلاثة اربعة يقول لك جيب لي واحد يزكيك شا انت اذا ما تعرف انا شبيه تعرف الحكم الشرعي انت اذا ما تعرف دواخل شبيهة تقدر تحكم الحكم الشرعي تعرفه وينلقيتوا هذا الحجة اتباع علي ابن ابي طالب لا يزنون لا يشربون الخمر لا يكذبون لا يتآمرون لا يتجسسون لا يحيكون الدسائس لا يشهدون شهادة الزور لا يسرقون العراق لا يكتبون مجهولية المالك ضحك على الناس بكتور برأيك لماذا وصلنا الى هذه المرحلة من الفساد ينتركنا القرآن